أكد مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة بطلب من جمهورية الجزائر هذا وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل المستشفيين في قطاع غزة وهما مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبية بخان يونس حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء والعثور على أكثر من 500 جثمان فيما اكتشفت ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي وعثرة على 395 جثمان منذ بدء السابع من شهر أكتوبر الماضي